أهلا بكم مشاهديا الكرام ونواصل متابعتنا على شاشة قناة النين للأخبار ونتحول الآن لمتابعة فعليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ودعمه في نسخه السلاف واسمحوا لي أن أختنم تلك المناسبة لأتوجه بالشكر إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وجميع الشركاء البنك الدولي تحاد الأوروبي بإسكوا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مساهمتهم الفعالة والإيجابية في إنجاح أعمال هذا الأسبوع وإخراجه بهذا الشكل اللائق ويأتي إنعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام في ظل تطورات نتابعها جميعا سواء على الصعيد العربي أو حتى على مستوى العالم ثمت مطالب اجتماعية واقتصادية تعبر عن نفسها في صورة احتجاجات جماهيرية وهناك تطلعات المشروع لدى كتل ضخمة من السكان في تحسين مستوى حياتهم والارتقاء بجودة حياة أبنائهم وإذا تحدثنا عن العالم العربي تحديدا فإن هذه التطلعات تبدو بعثا واضحا وراء الكثير من التوترات الاجتماعية والسياسية والمظاهرات المطالبية في عدد من البلدان العربية لا ينبغي أبدا أن نرد الطرف عن تطلعات شعوبنا إلى حياة أفضل من حيث الخدمات الأساسية والصحة والتعليم وليمكن أبدا أن ننكر استمرار وجود فجوة بين الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومات من ناحية وتطلعات وتوقعات الشعوب في حياة أفضل من ناحية أخرى ولا شك أن اتزاع هذه الفجوة بين الواقع والطموح ليس في مصلحة الحكومات أو الشعوب ذلك أن التوقعات المتزايدة بفعل عوامل مختلفة منها زيادة التمكين والتحسن الاتصال تخلق نوعا من التوتر المكتوم داخل المجتمعات بحيث أنهم يعد في مقدور الحكومات الاكتفاء بتوفير الحد الأدنى وصار عليها الارتقاء بمستوى أدائها باستمرار حتى يصل لمستوى التطلع والطموح لدى شعوبها إن ما تعرضت له المنطقة العربية من هزات سياسية ضخمة منذ بداية العبت الحالي أثر ولا شك على مسيرة التنمية اصار على عدد من الدول العربية التعامل مع التبعات الخطيرة لحالات الاضطراب الأهلي من لاجئين ونازحين ومخاطر أمنية متزايدة مع كل ما ينطوع عليه ذلك من استنزاف للموازنات العامة وعدء على خطط التنمية وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم المشكلات وتعاظم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية مع ذلك فليس هناك بديل عن التحرك على كافة المسارات وفي نفس الوقت فمطالب الشعوب لا تحتمل التأجيل والمؤشرات التي نطلعها عن المنطقة العربية تعكس بالفعل اتساعا في رقعة الفقر في عدد من البلدان العربية كما تعكس تراجعا ملحوظا في كفاءة بعض المرافق الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للجمهور وقد صلط التقرير العربي للفقر متعدد الأبعاد الضوء على الطبيعة المركبة لظاهرة الفقر في العالم العربي واظهر عدم ملاءمة الاكتفاء بقياس الدخل كمؤشر وحيد على الفقر بل ضرورة النظر إلى ظاهرة الفقر من منظور أوسع بوصفه حرمانا من الفرص في التعليم والصحة ومستوى المعيشة اللائق وقد وضع هذا التقرير المهم اتناشر مؤشرا لقياس الفقر متعدد الأبعاد من بينها على سبيل المثال التغذية والحمل المبكر وسنوات الدراسة ومياه الشرب المأمونة وغيرها ولما كان القضاء على الفقر بحلول عام 2020 واحدا من أهم أهداف التنمية المستدامة فأنني أهيب بصناع السياسات ومتخذ القرار في البلدان العربية الاستفادة من النتائج والاستخلاصات التي ذهب إليها تقرير الفقر متعدد الأبعاد في وضع السياسات والحلول التي تعالج هذه الظاهرة الخطيرة لما لها من صلة وثيقة بالاستقرار السياسي والاجتماعي فيه كافة البلدان العربية كما أحثهم على حجد كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة الفقر كضمان لتحقيق التنمية المستدامة والتعهد بأن لا يخلف الرد أحدا ورائه إن محاور عمل أسبوع هذا العام الثلاث هي أولا التكامل بين شركاء التنمية ثانيا التحول إلى حياة أفضل ثالثا آفاق جديدة لعالم متغير وبالنسبة للمحورين الثاني والثالث فإنني أراهما في غاية الأهمية وتعكس تلك المحاور طبيعة التحديات التي تواجهها جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية أود في هذا الصدد أن أنوه بتهديد خطير تتعرض لها جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ألا وهو تظهر البيئة بفعل الجفاف والتغير المناخي وهنا فإن ظاهرة الشحل الشحل المائي تعد الأخطر على الإطلاق بما تنطوي عليه من آثار على التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي ومستوى الحياة للسكان من المنطقة العربية ويجب أن نعترف هي الأكثر معاناة على مستوى العالم من نقص المياه ويفاقم من خطورة الوضع أن 80% من مصادر المياه العربية تقع خارج العالم العربي وتعاني الدول في المشرق العربي لوجه الخصوص سوريا والعراق من هيمنة تركية على مصادر المياه كما يعاني الفلسطينيون من نهب منظم يقوم به الاحتلال منذ سنوات لخزانات المياه الجوفية في الأراضي المحتلة وأخيرا فإن مصر تواجه تهديدا خطيرا لحصتها من ماء النيل بسبب مشروع السد الذي يبنى في إثيوبيا على النيل الأذرق علما بأن مصر التي تجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة قد دخلت بالفعل مرحلة الفقر المائي ومنذ سنوات وأؤكد في هذا المقام أن قضية شح المياه هي أخطرم ويواجه العالم العربي في المستقبل إذ أنها مسألة وجود وبقاء وربما نعرف اليوم خطورة تأثير ظواهر مثل الجفاف على الاستقرار السياسي والاجتماعي خاصة بعد أن شاهدنا ما جرى في سوريا والتي واجهت أسوأ موجة جفاف في تاريخها منذ 2007 وقد أدى هذا الجفاف إلى هجرات داخلية واسعة واضطرابات اجتماعية خطيرة كان من شأنها أن تسهم بقدر غير قليل في تفجير الوضع على النحو المحزن والمؤسف الذي شهدناه ونشهده اليوم أتمنى لأعمال النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة كل النجاح والتوفيق وأن نتمكن من خلال الحوار البناء والتفاعل أن نحقق شعار أسبوع هذا العام شراكة متكاملة من أجل مستقبل المستدام والخروج بتوصيات ومبادرات تعزز من تنفيذ كطة 2030 للتنمية المستدامة في المنطقة العربية ولا تبوتني الإشارة إلى أن النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ستوقض خلال أعمال إكسفو 2020 في دبي التي تستضيف الإمارة بدولة الإمارات العربية خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى إبريل 2021 تحت شعار مهم وهو تواصل العقول وصنع المستقبل أخيرا أقول أن التنمية المستدامة هي بوابة العبور الوحيدة إلى مستقبل آمن ومزدهر ومستقبلنا هم في الحقيقة أبناؤنا وإذا عرفنا أن 25% من السكان العرب هم دون 18 سانة عاما بل وتتجاوز النسبة 45% في كثير من الدول فلا بد أن نسأل أنفسنا بمنتهى الجدية بروح المسئولية كيف نوفر لهؤلاء التعليم والصحة والغذاء كيف نحفظ لهم حقيا في المياه والموارد الطبيعية كيف نوفر لهم مستقبلا أفضل من حاضرنا وشكرا جزيلا لكم شكرا معالي الأمين العام على هذه الكلمة التي قدمت تحليلا موجزا للتحديات التنموية في الوطن العربي كما قدمت رؤية مستقبلية يمكن من خلالها البدء في تنفيذ عدد من الخطوات الفعلية لتكون النواة لخارطة الطريق تمكن كافة أصحاب المصلحة من الوصول إلى تفعيل الشرافة المتكاملة من أجل مستقبل عربي مستدام السيدات والسادة تعتبر مجموعة البنك الدولي شريكا استراتيجيا لجامعة الدول العربية في العديد من أهداف التنمية المستدامة وعن جهود البنك الدولي ورؤيته لتنفيذ خطة 2030 يحدثنا الدكتور محمود محيددين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية المستدامة 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات فليتفضل شكرا جزيلا لهذا التقديم معالي وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدائي نائبة عن السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية معالي الأمين العام المنصة الكريمة السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله أشعدني سعادة بذرة عن أنوب عن البنك الدولي في تقديم هذه الكلمة وأقدمها اليوم بقدر من التصرف وسوف يتبين للنبيب وكلكم لبيب حدود هذا التصرف أبدأوا بقصة بعدما استمعت لكلمة معالي الأمين العام بقصيدة ليست من أعمال البنك الدولي طبعا ولكن من أعمال شاعر النيل حافظ إبراهيم فبعدما ألقى في قصيدة لارعة السلام على الصرق سلام الوديدي قال لقد كان قصدا بجد الزمان فأجدد في الزمن المقصد كيف ترجو بين هذه الكلمات التي ألقيت منذ أكثر من مائة عام على أحوال التنمية العربية وأوضاع الاقتصادي وشؤون التنمية الاجتماعية والبشرية في العالم العربي ومستجدات التنمية المستدامة فعلى مضايها هذا العام تشربت بالمشاركة في عدة فعاليات كانت أولها القمة الاقتصادية العربية ببيروت ثم الحديث عن تمويل التنمية العربية مع اتحاد المصرف العربية بحضور معالي الأمير العام في روما ثم كما ذكر معالي الأمير العام أيضا تدشين هذا الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعبد للأبعاد ثم اليوم وأستعرض ملامح من تقارير أعداه البنك الدولي عن الخطوات واجبة الاتباع لتحقيق النمو والتنمية فنحن إذن لسنا في فقر من قلة المعلومات أي التوصيات ولكن الفقر ومنه الفقر المبكع سببه مشكلات في السياسات والقدرات على التنفيذ وفي سعي تدينة جهود الدول العربية في تحقيق التزامتها بشأنه هذا السعي نحو التنمية المستدامة تدينت نتائج الأعمال وفقا لمؤشرات التنمية المتاحة ولا نتحدث في هذا المجال عن استثناءات هنا أو هناك أو إنجازات متناسرة في قطاع أو إقليم أو عن صفقات مالية واستثمارية قد تبدو مدهشة للعابرين ولكن عن مجمل الأداء في تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة الأهداف المشهورة السبعة عشر وهو أداء لا يرقى بحال من الأحوال بإنكانات العالم العربي أو طموحات مواطنين ولعل الدولة العربية وهي تصابق الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أن تجعل أولوياتها الأولى القضاء على الفقر المبقع وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وبرامجها حتى عام عشرين ثلاثين فقد زادت نسبة من يعانون من الفقر المبقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم البلدان العربية من 2.6% في عام 2013 إلى 5% في عام 2015 وبذلك زادت أعداد المواطنين الذين يعانون من حدة الفقر المبقع من 9.5 مليون مواطن إلى 18.6 مليون مواطن خلال هذه الفترة حقيقة الإقليم العربي الاقتصادي هو الإقليم الوحيد الذي شهد هذا التظاهر حتى الفقراء في أفريقيا جنوب الصحراء كانت معدلات تخفيض الفقر لديهم أفضل وإن زادت الأعداد بسبب الزيادة السكانية لا مجال للحديث عن إنجاز والفقراء المحرومين من الحد الأدنى للكفاف حتى إذا أخذنا بمؤشر بسيط وليس المؤشر الذي تحدث عنه الأمين العام عن الفقر متعدد الأبعاد لا يمكن الحديث عن إنجاز حتى يخرج هؤلاء الفقراء كافة من حدة الفقر المتحدة نعلم أن بلدان العربية بالفعل حققت هذا الإنجاز ولكن نحن نتحدث عن إقليم بالكامل ولا يستوي الأمر أن تتحدث بلدان أو قطاعات عن إنجازات وباقي الإقليم يشتكي من هذا التظاهر الحاد هل هذا ممكن؟ نعم هذا ممكن منذ يومين كنت في الصين والصين حققت أمور كبيرة وكثيرة منها انتشال 850 مواطن صيني من الفقر المتحدة على مدار الأربعين سنة الماضية انتهى بهم الأمر أنه عند 2015 وجدوا أن ما يتوارح مدين 55 مليون ب60 مليون من المواطنين الصينيين ما زالوا يعانوا من الفقر المتحدة فأعلنوا عن برنامج شمل خمسة أمور بأن لا يعاني أحد من الجوع أو نقص في الكساب وبالإضافة لهذه الأمرين هناك ثلاثة أخر بتوفير التعليم الأساسي بجودة المناسبة حتى المرحلة التاسعة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكافة وتوفير السكن الملائم لكل المواطنين أبشركم باعتبارنا في نهاية الأمر المواطنين في هذا العالم أن أصدقائنا في الصين في العام القادم لن يكون لديهم فقير واحد يعاني من فقر المقه وبذلك تكون تحققا للصين هذا الأول من أهداف التنمية المستدامة قبل موعده بعشرة أعوال هذا أمر وارد أن يتحقق في عالم العربي المتوفرة لديه الإمكانات الضخمة ولديه أيضا القدرة على الإنجاز إذا أراد وكما ذكرت في مقال صادق أن الأمر لا يتوقف فقط عند سبق نشره لا يتوقف فقط عند الفقر ولكن أيضا في عدم العدالة في توزيع الدخل والثروة وهو الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة وللأسف كما حدث تظاهر في المؤشرات الفقر حدث نشاهدين الكرام تابعنا جانبا من النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذه الفعليات بمشاركة كثير من المتخصصين والمعنيين بشأن التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المتعظمة التي تقف حجر عطر أمام تحقيق التنمية المستدامة المنشودة تابعنا منذ قليل كلمة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط والتي أشار فيها إلى المستويات المعيشية المتدنية على مستوى المنطقة العربية وأبدأ تطلع الجميع شعوبا وحكومات للارتقاء بالمستويات المعيشية للمواطنين وبحياتهم في وقت تتعظم فيها التحديات ونشهد على المستوى العربي وربما الشرق أوسطي الكثير من التوترات السياسية والاجتماعية وأيضا تظاهرات في عدد من الدول العربية وأشار أيضا معالي الأمين العام إلى الفجوة بينما تبذله الحكومات من جهود تموية وتطلعات الشعوب العربية نحو حياة أفضل وبالتأكيد اتساع هذه الفجوة بين الواقع والطموح من شأنه أن يضر بمصالح الحكومات والشعوب ويبقى هناك كثير من الأدوات الكفيلة بتحقيق تقدم يذكر في هذا الشأن من ضمن ما أشار إليه في هذا الإطار معالي الأمين العام هو زيادة التمكين بشكل يحدث الموازنة لتضييق هذه الفجوة وأيضا تحدث ربما ليس ببعيد عن هذا السياق الدكتور محمود موحدين أنائب الأول لرئيس البنك الدولي وأكد بأنه لا يمكن الحديث عن أي إنجاز حتى يخرج جميع الواقعون تحت وطأة الفقر المطقع من هذه الدائرة ومواجهة التدهور الحاد في معادلات الفقر وعرض في هذا السياق لتجربة رائدة وهي التجربة الصينية الصين حققت على مدار الفترة الماضية برنامج طموح طموح نجح في نهاية المطاف من أن في العام القادم ستشهد الصين القضاء تماما على الفقر المطقع وذلك قبل التوقيت الذي كان مستهدف بعشرة أعوام وأشار أيضا إلى ملمح خطير جدا متمثل في عدم العدالة في توزيع الثروات مشاهدين الكرام كان هذا جانب من الفعليات للنسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتمية المستدامة وتقدر الإشارة إلى أن النسخة الرابعة من الأسبوع العربي ستعقد في طار إكسبو 2020 في دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة وشعارها هو تواصل العقول وصنع المستقبل نبقى معكم على شاشة قناة تنيل الأخبار ومتابعة إخبارية بعد قليل كونوا معنا ونتابع معكم مشاهدين الكرام فعليات الأسبوع الثالث للأسبوع العربي للتمية المستدامة وكان هناك كلمة في البداية الأمين العام لجامعة الدول العربية والآن الحديث لدكتور محمود محي الدين مواصلة لإدلاقه بدلوه في مواجهة التحديات التاموية وهو الأمين العام وهو النائب الأول لرئيس البنك الدولي إمكانياتها الكاملة وأهمها على الإطلاق البشر وأخص منهم الشباب الواعد المهيمن على التركيبة السكانية للشعوب العربية وخالص الشكر مرة أخرى للدعوة الكريمة لحسن استماعكم وتمنياتي بأن تتمتعون بنقاش مثمر يكون له أثر على أرض الواقع وشكرا جزيلا شكرا الدكتور محمود محي الدين السيدات والسادة تشكل مساهمة الأسكوة في جهود التنمية في المنطقة العربية حالة متميزة وتنظم بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنتدى العربي للتنمية المستدامة ونحن معا شركاء في مجموعة العمل المعنية بالتمويل من أجل التنمية ضمن آلية التنسيق الإقليمية بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى عن الأسكوة وجهودها في التنمية المستدامة أدوى السيدة رولا داشتي الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا لإلقاء كلمتها معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نائبة عن السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية معالي السيد أحمد أبو الغيب أمين العام لجامعة الدول العربية أصحاب السعادة والمعالي الحضور الكريم في البداية يصد صباحكم جميعا وأسفين على التأخير نجتمع اليوم في مناسبة الإسبوع العربي للتنمية المستدامة بعد أربع سنوات على إطلاق خطة عام 2030 نقف على حال أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية ونبحث في سبل تنفيذها نلتقي وللأسف المظاهرات المطلبية والإضطرابات والنزاعات تهزوا عديد من الدول العربية بلدان الدول العربية نراها في لبنان والعراق والجزائر وسوريا واليمن والليبيا نتحدث وتحضرني كلمات طفلة عربية اسمها منار أخبرتني منار أنها تمشي إلى المدرسة والقصف والموت يتربصان بها وأنها تجوء أحيانا لأن تناول وجبة من الطعام طرف في بلدها أخبرتني بفخر أنها تبيع البطاطا كي تدفع تكاليف براستها وأخبرتني كذلك عن رفيقتها مريم التي أخرجها والدها من المدرسة قصرا وهي تبكي ليزفها إلى رجل مسن وهي لم تزل طفلة نتحدث وأماني مشهد شابة اسمها جنة أطلقت بالأمس صرخة في شوارع أحد بلداننا غضبا على تضحيات بذلتها لنيل شهادة الجامعية فإذا بهذه الشهادة تبقى معلقة على الجدار لن تشلت جنة من البطالة ولا أنقذت أمها من مرض أودى بحياتها فقط لأنها عجزت عن تحمل تكاليف علاجها وجع منار ودمعة مريم وصرخة جنة أيها القدور الكريم وجع وصرخة ودمعة ملايين الشباب والشابات في بلداننا ودليل سافر على تقصيرنا وأخطاقنا بالرغم من الجهود المدولة وكما تكلم الأخ العزيز محمود ومعالي الأمين العام في منطقتنا بلدان يحوز فيها أغنى 1% من السكان أكثر من 15% من الدخل القومي مع فوارق صارخة بين المدن والأرياض في منطقتنا ومنطقتنا هي الوحيدة في العالم التي ارتفع فيها معدل الثقر المدقى في السنوات الست الأخيرة حتى بلغ 20% من السكان وفي منطقتنا عشرات الملايين الذين وإن نجوب من الفقر المدقى فهم فقراء أو معرضون للفقر المتعدد الأبعاد وفيها نحو 20 مليون طفل محروم من التعليم ورطالة هي الأحلى في العالم 26% ونحو 50 مليون شخص يعانون من سوء التغذية و51 مليون شخص محروم من خدمات المياه الشرب يخشى أن يتفاقم حرمانهم بفعل تغيير المناخ في منطقتنا تحل مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أدنى المراتب في العالم ومن السبعين المليون شخص من الغاربين من النزاعات في العالم 42% منهم من منطقتنا تلك أرقام مخيفة ومع ذلك يحذون الأتفاؤل فالاستعراضات الوطنية الطوائية تفيد بأن معظم بلداننا اعتمدت خطفا تنموية أكثر شمولا لجميع وضعت سياسات لحماية البيئة ورسخت حقوق الإنسان في الدساتير وعزجت مشاركة المرأة السياسية وخفضت معدلات وفيات الأمهات والأطفال ودعمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحذون الأمل لأن شبابنا العربي ينبحوا شغفا وعزما على التغيير الإيجابي ولأن حكوماتنا ملتزمة بتحقيق الاستقرار والعدل والازدهار التزام لا تزال الأسقوة بالشراكة مع جامعة الدول العربية مصممة على مواكبة البلدان العربية في تحقيقه ختاما أتمنى للجميع لقاء متميز ومثمر يضع خطط تنموية ابتكارية تجسد إيماننا بأن ازدهار البلدان من كرامة الإنسان خطط لا تهمل أحد عسانا نحمل لجنة ومنار ومريم والمهملون في ضرب التنمية وعدا بمستقبل أفضل وشكرا لدعوة للمشاركة شكرا الدكتورة رولا داشتي على هذه الكلمة الوافية السيدات والسادة حرصا من الجامعة العربية على تعزيز وتفعيل الشراكات الدولية والإقليمية وفي ضوء عقاد القمة العربية الأوروبية في فبراير 2019 بجمهورية مصر العربية يسعدنا أن يشارك معنا اعتبارا من هذا العام الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي جديد في تنظيم الأسبوع العربي التنمية المستدامة للبناء على توصياته في العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة التي ستكون إضافة لقوة شرطاتنا لدعم الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة وفي هذا الإطار يسرني أن أدع السيد السفير إيفان سوركوش رئيس وفد التحاد الأوروبي بالقاهرة لإرقاء كلماته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة تبدو المجتمعات في الأول الأخيرة جهودا حتيثة لمواجهة التحديات التي تعترض التنمية المستدامة المنشودة وفي الواقع أن الدول العربية والأوروبية تواجه تحديات متعظمة وإن كان بمعادلات مختلفة وهي تواجهها الأجيال الحالية وسوف تواجهها أيضا الأجيال القادمة مما يتطلب إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأزمات الحصول على الموارد اللازمة ليس رفاهية في هذه المرحلة في وقت يحرم فيه الكثيرون من الغداء ومياه الشرب المناسبة تحقيق العدالة في توزيع الموارد والخدمات هو المصدر والشرط الحقيقي لتحقيق هناء الشعوب ورفاهياتها لقد تم التواصل إلى تنسيق بين الجانبين العربي والأوروبي في عام 2016 للمضي قدما في تحقيق طفرات ملحوظة في مجال التممية المستدامة من خلال تباني استراتيجيات لتحقيق التممية في مختلف المجالات وكثير من الدول في الاتحاد الأوروبي تلقى الدعم في هذا الإطار من خلال التواصل المضي قدما في برامج مشتركة لتحقيق تطلعات التممية المستدامة وفقا لأجندة عام 2030 وشرط أساسي لتحقيق تطلعات المنشودة هو التزام القادة بالبرامج المحددة وأيضا المنظمات المعنية لتحقيق متطلبات وشروط خطة عام 2030 المنطقة العربية متأثرة بكثير من الأزمات وهي مزيج من التحديات السياسية والاقتصادية والتغيرات المناخية والانقسامات الاقتصادية التي بالتأكيد تلقي بضلالها على وفرة الموارد وكثير من الشح في مختلف الموارد الغذائية والمائية وغيرها يؤثر سلبا على الجهود المبذولة لتحقيق الدمية المستدامة وضفية والانقسامات المنحية الكثير من المنطقة العامة وكثير من المنظمة والدراس في موارد العامة وصلت على الجهد الم نظمت الزائدة السليسية وضر تضربة الجهد المنطقة في وضع الشرق الوضع في بعض أرابين كما في إيجيبت السبب الهوضع للغاية من تحتريق المطرم تقريبا لديه المعاوضة للغاية المتحدة إنه مهم جراعي للغاية لتجمع المستخدمات لكي استطيع التحقيق سيكون لديه منظر وكذلك لأن المتحدة المتحدة يشب الديهوني يشب الى الطريق طبعا عن تنظام التنظام التحديد هو في بل بلده قد مباشرة الأشخاص التحديد. مواقفتين يجب أن يكونون بخصوص على الأمبارات الهربائية. في مكان المصنع في المنزل المنزل في 2016 في مكان بشكل في عام المنزل المنزلية المستشعرات المنزلية هذا يعني أن دول عربية تشهد برامج بالفعل لتطوير جهود أتمية المستدامة سواء جهود تبذلها أدوال على حدة أو من خلال التضافر مع بعضها البعض ومن ضمن الحلول التي يجب أن تكون متواجدة هو معالجة الأزمات والعنف المستشري في المنطقة لأن هناك رابط كبير بين حل هذه الأزمات وتحقيق تقدم يذكر في مجالة المستدامة ومن خلال التعاون بين الكثير من الجهات المعنية لفت في سنوات الأخيرة مراكز صنع القرار والمنظمات والمجتمع المدني المعنية بهذا الأمر لتحقيق التنمية المستدامة وذلك لن يتأثى إلا بتضافر الجهود ومعالجة حقيقية ومقاربات شاملة للأزمات التي تشهدها المنطقة العربية بكافة أشكالها في قمة أخيرة بمدينة شرمشيخ كان هناك كثير من المؤشرات الإيجابية على أفق أرحب لأتعاون بين الأطراف المختلفة ممثلة في الجانب العربي ونظيره الأوروبي لمواجهة الأزمات والنظرة الاستباقية في مواجهة الأزمات هي واحدة من الأطرافات الجديرة بالاهتمام وتعطي مع قضايا مهمة مثل البطالة وغيرها من المشكلات المؤرقة التي تقف حائل دون تحقيق الإنجاز المطلوب تبادل الرؤى والخبرات لتعظيم الاستفادة من الجهد المفذول هي واحدة من المتطلبات في هذه المرحلة واجه لكم شكر على حسن استماعكم كلمة سيد إيفان سوركوش كانت كلمته وهو رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة شك البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريكا استراتيجيا هاما للدول العربية يساهم في تأمين دعم فاعل لأنشطة التنمية في المنطقة وللحديث عن جهود البرنامج الإنمائي ورؤيته بشأن تنفيذ خطة 2030 في المنطقة العربية أتشرف بدعوة السيدة رندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإلقاء كلمته شكرا صباح الخير معالي السيد أحمد أبو الغيث أمين عام جامعة الدول العربية معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية الدكتورة رولا داشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا الأسكوا الدكتور محمود محيددين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 2030 السيد السفير إيفان سوركوس رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسيدة وزير مفوض نادا العيزي مدير إدارة التنمية المصدامة والتعاون الدولي جامعة الدول العربية شكرا جزيلا اسمحوا لي أن ألقي كلمة بالإنابة عن الدكتور مراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المعاون بالإنابة في برنامج الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية كذلك وأيضا اسمحوا لي بأن أستهر حديثي بشكر موصول لجامعة الدول العربية ووزارة التخطيط والمتادعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذه الدورة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والذي صار يتبوأ مكان رفيع كأحد أهم الفعاليات المعنية بمطابعة الإنجاز المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في منطقتنا العربية وتتخذ هذه الدورة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة قضية بناء شراكات متكاملة من أجل مستقبل مستدام كمحور اهتمامها الرئيسي وهي قضية يدعها برنامج الأمم المتحدة على رأس أولويات ما يقدمه من دعم لجهود الدول حول العالم في سعيها لتحقيق الأهداف السبع عشر للتنمية المستدامة 2030 في جميع أنحاء العالم بما فيها هنا في المنطقة العربية نرسل تصاعدا مطردا في تحديات التنمية تزداد معه واتأتها الحاحا وتعقيدا على أصعدة مختلفة في توسيع حضري وتغيير مناخي وضغوط ديمغرافية وغياب للأمن والسلام وعلى نحو لا يمكن وجهته سوى من خلال نهج متكاملة متعددة التخصصات وشراكات واسعة تعزز التعاون بين كافة الجهات والقطاعات الفاعلة حكومية كانت أم غير حكومية هذه المقاربة المتكاملة مع عدد خيارا بل صارت ضرورة لتحقيق أثر تنموي يرتقي بمستوى تموح نتابع الآن كلمة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأسبوع الثالث للتمنية المستدامة قرأة بتلتاشر وأربعة مليار دولار في عام 2013 والتي كانت لا تتعدى تقطيع تلاتة أشهر واربات السيدات والسادة الحضور الكريم حققت مصر أيضا استثمار كبير في مجال البنية التحتية في العديد من المجانات مثل الاستثمار في الطرق والمواني والكهرباء وتعمل مصر على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فزيادة الاستثمار في البنية التحتية من خلال مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة مشروع بنبان في أسوان كأكبر مشروع طاقة جديدة ومتجددة بالمشاركة مع القطاع الخاص وكذا الاستثمار في البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والبدء فعلا في تفعيل أول محافظة رقمية وهي محافظة بورسعيد كما بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة لأول مرة نحو إصلاحات هيكلية في القطاعات الانتاجية المختلفة لضمان استدامة عملية النمو والتنمية وإنشاء أول صندوق سياجي مصري لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتوسيع قاعدة الملكية سيدات والسادة الحضور الكريم أود أن أكد أن ما تم تحقيقه من مؤشرات وانتائج إجابية ما هي إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإرادة الحقيقية على المضي قدما لاستكمال تلك المسيرة وأود أن أكد أن كل ذلك لم يكن ليتحقق دون شراكة فاعلة بين كافة الأطراف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء الدولة المحليين والإقليميين والدوليين ختاما أتوجه بالشكر والتقدير إلى السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية على الشراكة الفاعلة بين الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية ولكافة فريق جامعة الدول العربية وكذا لشركائنا من مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأخيرا لزملائي في وزارة التقطيط والمتابعة والإصلاح لإداري وختاما أتمنى أن تكل المدولات محفل منهام بالنجاح في دفع الجهود الرمية لتحقيق التنمية المستدامة لصالح المواطن العربي ودوام التوفيق والرفع الأوطان العربية وشعوبنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته